الحليب الآن كي نتفقه نحن لا ندبر شؤون العامة في إطار سهل في المحطة يصبعك كان إشكالات معقدة وبالتالي تدبير الأولويات يجب أن يكون كيف يكون الدعم بعقلانية لكن في نفس الوقت نحافظه وهذا مؤشر مهم جدا ما نتبهنا لش هذه الحكومة مقاشة الاستثمار وكان سهل جدا أنه يتم تخفيض الاستثمار لكن الاستثمار لماذا؟ لأن هذا الاستثمار وهذا الدعم الذي تعطل بعض القطاعات بحال السياحة هو الذي خلال الرواج الاقتصادي يكون عندك في بلاد هو الذي خلال الشغل يبقى مستقر هو الذي خلال المساهمة لهذه المؤسسات في العائدات الضاربية تبقى في حدود مهمة جدا وهذا هو يجب أن ندعم لكن في حدود لتسمح أنه ما تدرش الأسر لكن في نفس الوقت أنه تبقى نحافظه على واحد المنظومة اقتصادية الحليب الحليب أنا قلتها بأنه مرتبط بأزمة موسمية نحن للسنة الثانية كندزو طلبوا الله يعني يغيتنا في الأشهر المقبلة وفي الأيام المقبلة ورح السنة الماضية كانت من أصعب السنوات من أصعب السنوات ولكن بالرغم من ذلك لأنه عندك منظومة فيلاحية اللي تشتغلتي فيها وستطمرتي فيها سنوات مكنتك من أنك توفر مجموعة ديال المواد البلاد وفي نفس الوقت تحافظ على مستويات معينة من تصدير فيه ضل لواحد الأزمة ديال ما موجودش لما الحالي بتأثر الحكومة تشتغل على هاد الملف هذا هناك مجموعة من الحلول التي يتم مناقشتها ربما تجاوزنا مرحلات المناقشة مع المهنيين نحن الآن في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة لكي يعني ينطلق هاد الميكانيزم هما دي ميكانيزم اللي غادي مكنو من أنه تفر المادة بشكل طبيعي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه وفلاشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر